رغم الإجراءات المستمرة من الحكومة والبنك المركزي يستمر فارق سعر الصرف بين الرسمي والموازي نتيجة استمرار عمليات تهرب الدولار والتأسيلات المقدمة للتجاري في السوق السوداء ارتفاع ثابت للدولار وبصعود تدريجي في سوق بيع العملة الموازية قد طال كثيرا من دون تأثير لجراءات البنك المركزي على تغييره أو تقريبه للرسم المحدد حكوميا احتكار الدولار وعدم السيطرة على تهريبه إلى الخارج بشكل كامل مسببات قد أدامت أزمة غلاء العملة بالتأكيد البنك المركزي يحاول إجراءات عديدة عند مجموعة قرارات اتخذها لكن يبدو كمافيات بالأسواق قوية تتمكن من إخماد أي تحرك البنك المركزي دول الجواردة تلعب دور في امتصاص مبالغ كبيرة من إرادات العراق وهذا يخلي الاقتصاد العراقي في حالة قلق وتذبذب البنك المركزي قد أخفق مرات عديدة في التعامل مع أزمة الدولار أي إن حزم الإصلاح والقرارات التي أصدرها كلها لم تحقق غرض إطلاقها في السوق الموازية بل حتى أماكن بيع الدولار السوداء ما تزال تتمتع بحرية التعامل بالدولار من دون قيود حقيقية طبقت على طبيعة عملها لم يستطع سيد العلاق خلال فترة تسنمه من إحداث انفراجة من هذه الأزمة رغم كم من الوعود التي أطلقها وبالتالي حتى مزاد بيع العملة أيضا خاطئ أن هناك تجار دولار وهناك من يعمل جاهدا على أن يكون الفرق بين الرسمي والموازي كبير حتى تكون الفائدة أكثر لذلك اليوم نحتاج إلى عقلية اقتصادية تستطيع من خلال صنع مؤثرات حقيقية تغير واقع العملة في العراق التسهيلات الكبيرة التي تقدم في الأسواق السوداء للتجارة في عملية استيراد البضائع والسلع هي ما قللت التعامل مع المنافذ الرسمية المسموح لها ببيع الدولار على الفئات المخولة بشرائه لكثرة تعقيداتها لم تتأثر أزمة الدولار بأي إجراء طرحه المركز على السوق الموازية التي انفردت بسياسة تحديد التسعير التي تناسبها للدولار بعيدا عن السعر الرسمي الذي يباع في المصارف الحكومية أحمد ليث بغداد قناة الرابعة